اهلا وسهلا طلابنا الاعزاء صف الثالث قسم الهندسة الالكترونية والاتصالات بجامعة النهرين وياكم دكتورة عمينا محمود بكورس الفصل الاول بالمحاضرات السابقة درسنا الماغناتك سيركيت وشون كونستركشن مالتها وشون عندي الفكتر اللي تأثر عليها وشون اقدر اسوي لها ديزاين ودرسنا انواع وشون مالتها وشون اللي اخذناها رح نجي على موضوع الديسي موتور اخذنا الكونستركشن ماتة البسيط بصورة احنا اخذناها بصورة مبسطة ان انا ما رح احتاج انه ادخل بتفاصيل الموضوع كاليكترونيك ديزاين ديزاينر فراح احتاج المواصفات البسيطة واعرف انه البسيطة بدون ما ادخل بالتفاصيل اللي يريد يتحاب يتوسع بالموضوع يقدر يرجع الى مصادر وكتب اللي يتبحث بهذا الموضوع رح نجي هنا بهذا السكشن رح نجي ناخذ شنو البيسيك برنسيبول للديسي موتور شو رح يبدي يشتغل الموتور فاحنا نعرف انه اذا عندي اي كاريند كاريند كوندكتر كوندكتر اذا عندي يحمل تيار حيصير عندي حوله حيصير عندي حوله ماغناتك فيلد واني عندي بليستيتر ماغناتك فيلد اصلا فاش حيصير عندي الانتر اكشن بتوين الكاريند كوريند كوندكتر الفلكس ماتب والكوندك الماغناتك فيلد اللي موجود بليستيتر رح تتولد لي ميكانيكال حتتولد لي ميكانيكال فورس وهذي تعتبر هنا ميكانيكال انرجي هذي قيمة الميكانيكال فورس اش تعتمد؟ تعتمد على فاكترين تعتمد الفاكتر الاول اللي هو الكوندكتر اللي بي كاريند يمر بي كاريند هذا الفاكتر الاول وتعتمد على جهد قيمة الماغناتك فيلد اللي موجود بالستيتر فايتنا عندي توفاكتر الفاكتر الاول هو الكاريند اللي موجود بالكوندكتر وهذا حيكون بالروتر و الكندكتر هذا لازم وين يكون يكون إذا عندي لازم هذا ما رح يجيني هذا الماقناتك فيه رح يجي من فيذن التقاطع الماقناتك فيه والماقناتك فيه الي موجود يولدلي من يتحقق لي هذول الشرطين رح يبدي عندي هنانا الكوندكتر اللي موجود بالروتر رح يبدي يتحرك فإذن أنا حصير عندي إذا كان عندي دي سي موتور حصير عندي حركة دورانية وهذه الفورس رح تعتمد على تري فاكتر الفاكتر الأول اللي هو البي والآي الفاكتر الثاني الآي والفاكتر الثالث هو الال البي هي للماغناتك فيل وهذا وين يجي هذا يجي من الفيلد اللي موجود بالاستيتر والفاكتر الثاني اللي هو ال Link of the Conductor هذا ال Link of the Conductor اللي هو راح يتقاطع ويا البيلد اللي موجود بالاستيتر والفاكتر الثالث اللي هو الـ okay اللي بهذا يمثل لي الكيرنت اللي راح يحمله الكوندكتر اللي موجود بالروتر هذا حيحدد لي قيمة الفورس أما اتجاه الفورس هنا شون راح نحددها؟ اتجاه الفورش راح نحددها بالليفت هاند رول أو الفلامينج رول فالفيرس فنجر والسكند فنجر هنانا حيكونوا عندي هم الموجودين يعني اللي عندي هذا الفيرس فنجر حيمثلي الفيرس داريكشن يعني يافيض الفيرس ماتل استيتر اتجاهه ماتل فيرس من الان للأسمين راح يكون باتجاه الفيرس فنجر السكند فنجر هنا اش حيمثلي؟ حيمثلي اتجاه الكيرنت اللي ديمور بالملف ماتل روتر اتجاه الكيرنت فبالنتيجة هذا الثامب اش حيمثلي؟ يشري على اتجاه حركة الكوندكتر اللي موجود بالروتر يعني احنا قلنا هذا راح يكون نتيجة مرور الفورس هذي اللي هي الميكانيك الفورس هتكون نتيجة تقاطع فيلد الفيلد اللي موجود بالستيتر والفيلد اللي موجود بالروتر نتيجة مرور الكيرنت بالروتر كوندكتر تتولد لي هذي الفورس وهذي تعتمد اهنا لاتجاه حدده حسب لفت هاند رول او فليمينج رول فهنان راح نجي نشوف الشكل هنان مبسط لل دي سي موتور هذا الشكل مبسط لل دي سي موتور هو متكون من توبول بالستيتر بالستيتر الان و الاس وعندي ملف اهنا بالروتر هذا هو ملف واحد ملف واحد طبعا هو هذا ماكوهيتش موتور اهنا هذا الموتور نعتمد على اساس انه نشرح لبرنسبول دي سي موتور فعندي المكونات الاساسية عندي هذا هو الستيتر طبعا هذا اهنا الستيتر اما ان يكون مثل ما قلنا بالمحاضرات السابقة اما ان يكون بيرميننت ماغنيت او يكون الكترو ماغنيت مهما كان نوعه فاكيد راح يكون عندي توبول اللي هو الان والاس الفيض راح يكون اتجاهها من الان الى الاس فلو افترضنا بانه اني عندي هذا دي سي موتور راح ابدي اجهزه من الخارج باكستيرنال سبلاي اكستيرنال ليسي سبلاي عن طريق هذي التو وايرز وهذي التو واير وين تكون مربوطة مربوطة الى براشز توبير اوف براشز والتو بير اوف براشز هنه راح يكون هنه بيناتها اكو كونتاكت بسيط هنه يعني مو مرتبطة ميكانيكيا لكن اكو كونتاكت بينها وبين الكوموتيتر هذا والكوموتيتر هذا يكون مربوط الى نهاية الكوموتيتر تكون soldered الى او يعني لاحميه الى الملف نهايات الملف نهاية اهنه ونهاية اهنه من راح نجي انجهز هذا بسابلاي راح يمر عندي تيار وين بهذا الملف ينتقل عن طريق البراش والكوموتيتر ثم ينتقل الى وين الى الويندينج طبعا الويندينج هذا اهنه هيكون اتجاهه بهالشكل هذا التيار ويكمل طريقه يكون بهالاتجاه والى ان يوصل الى ترمينال الثاني راح نشوف اهنه اتجاه الحركه شون هيصير احنا قلنا انتجاه الحركه يعتمد على فراش راح اشوف راح اشوف انه لو جيت على هذا السايد من الملف هذا السايد من الملف اشوف الماغناتك فيلد اتجاهه من الان الى الاس والكارنت اتجاهه بهالاتجاه هذا اذا طبقت عليه الفليمينج رول هيصير اتجاه الحركه لهذا الطرف او لهذا السايد من الملف راح يكون ابورد بهذا السهم الگرين ارو حيمثلي الفورس اللي حتتولد لي الى الابورد حتكون اذا طبقت عليها الليفت هاند رول او الفليمينج رول الكارنت هنا راح يكمل طريقه باتجاه هذا راح يوصل الى هذه السايد من الملف راح اشوف بانه الفلكس هو باقي اتجاهه بهالاتجاه هذا الكارنت اكس اتجاهه بهالاتجاه صار بالنسبة لهذا السايد راح يكون بهالاتجاه فالفورس هناش هتكون النتيجة رسولتان فورس راح تكون داونورد هتكون داونورد والقيمة ما نتحق انه تعتمد على هذا القانون اللي موجود فاذن بهالنتيجة راح يصير عندي السايد هذا الاول سايد راح يكون للاعلى الابورد اتجاه ماته والسايد الثاني راح يكون داونورد فيبديه هنا الملف راح يصير عندي حركة ذورانية تكون مثل هذا اتجاه هذا الـ grey ارى اذا حيكون عندي حركة الاتجاه بهالاتجاه هذا باعتماد القيم اللي موجودة عندي القيم اللي تأثر قلنا على سرعة الحركة جقد اندي الفورس اللي حتتولد لي تعتمد على الـ i التيار جقد قيمته داونور القوة الفلكس دينسيتي هنا جقد قيمته الفلكس دينسيتي وتعتمد على طول الكوندكتر اللي راح يكون عمودي على الفلكس اللي موجود هنا اما اتجاه الحركة قلنا نحدده حسب الـ طبعا انه هذا الملف عندي اللي موجود هنا انا شبيه هذا الملف الملف هذا مندي يبدي يتحرك الفلكس اللي موجود هنا بالـ هذا هو طبعا اللي احنا ما راح ندخل بتفاصيل الشور راح يكون بس لازم نعرف بانه الفلكس هنا ما راح يكون uniform شكله راح يتبع على شكل حيكون شكل الفلكس اللي موجود هنا شكله يتغير حسب موقع الموقع بين الـ 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 يعني هنا الشكل مات الـ ما راح يكون ثابت داخل هذا الـ باعتماد انه حسب انه الفلكس عندي راح ياخد صح هو راح يطلع من الـ الـ لكن شكله راح يتركز بأماكن ويكون خفيف او ضعيف بالأماكن الأخرى فمعناتها انه هذا الملف كل ما راح يتحرك الفلكس اللي راح يقطع راح تكون عندي قيمة الفلكس المتغيرة اللي تقطع الملف هذا فبالنتيجة مش تتولدلي على أطرافه تتولدلي على أطرافه induce EMF يعني احنا نعرف انه induce EMF شنو قانونها قانونها الـ دي فاي باي دي تي يعني شنو اذا عندي كوندكتر يتحرك بداخل فلكس متغير تتولد على أطرافه induce EMF حسب لينز لا فلو جئنا على هذا الشكل المبسط وعرفنا بأنه ترتيب الفلكس بداخل الإيرقاب اللي يقطع الملف شكله يكون ساين ويف إذا اعتبرنا انه شكل الفلكس هنا يكون ساين ويف وعندي هنا أنا آني الـ induce EMF المتولدة على أطراف الكوندكتر هذا اللي بالروتر قيمتها دي فاي باي دي تي قيمتها دي فاي باي دي تي هنا اش هيصر شكل شكل الـ induce EMF بما أنه هذي اعتبرناها الـ green line ساين ويف إذن الـ induce EMF شو هيكون شكلها هيكون شكلها كوساين ويف بهذا الـ red line هذي ش حسميها الـ induce EMF المتولدة الجديدة أسميها باك EMF الباك EMF هذي أو أسميها الـ counter هذي الباك EMF المتولدة راه يكون اتجاهها بعاكس اتجاه المؤثر اللي ولدها حسب لينزلو يكون هذي الـ induce EMF المู fotos اتجاهها بعاكس اتجاه المؤثر اللي ولدها المؤثر اللي ولدها هو انا مين جتيني هذي الانديوز ايم اف؟ جتي من انه انا صلطت اهنا فولتية باتجاه معين اتولدت لي انديوز ايم اف بعكس اتجاه هذي الفولتية اللي موجودة اهنا من حيصر عندي فارق بالاتجاهات يعني هذي احنا خلنا نقول بوزيتيف نيجاتيف و الباك ايم اف نيجاتيف بوزيتيف حيصر عندي فارق جهود رح يمر عندي تيار عالي بالارميتشر وتتولد لي الباور فمثل ما نشوف اهنا the value of current following through the armature is dependent upon the difference between the applied voltage and this counter voltage طبعا اهنا ال counter voltage اهنا اتجاه مالتها يعتمد حسب انه اتاكس الكوز اللي سببه اللي هي الانبوت فحسب قانون اهنا يا قانون لينز اه بعد ما اه اه يبدي يتحرك الروتر اهنا رح يبدي بعدها اه يوصل الى فد فد سرعة معينة تثبت اهنا اه حسب جد انا محملة على اه على الموتور يبدي اول مرة بسرعة معينة بعدين يبدي هذي السرعة تهبط حسب ما اانج قد محملة على الروتر من اه كاميكانيكال لود نجي اهنا هاي الاندوس اي اي ام اف او اسميها الباك اي ام اف شنو الفكتر اللي القانون هوا شنوه ال اي تساوي دي فاي دي فاي على دي تي دي فاي مات الكون دكتر اللي موجود على دي تي وبما انه اعتبر انه شكل الفلاكس ياخذ شكل ساين ويف باعتبار انه هو على شكل الارقاب رح يكون تقريبا شكل دائري فاذا هو رح ياخذ شكل ساين ويف احنا هذا ما رد ندخل بتفاصيلة شون يكون ساين ويف شكل الفلاكس لانه هذا موضوع شوية يعني ما ندخل بتفاصيلة يطول يعني بالكورس مو ما ناخذة بكورس صغير فلازم نعرف بانه شكل الفلاكس اللي موجود بداخل الارقابر اللي رح يقطع الكون دكتر هيكون شكل ساين ويف و الانديوس ايم اف معناته اذا اشتقيت هذي الساين ويف رح تكون الانديوس ايم ايف هي عبارة عن فاي اوميجا كوساين اوميجا تي وبما انه اني عندي اكثر من ملف اهنا افترضنا انه عندي ملف واحد فبما انه اني عندي اكثر من ملف اهنا فمعناته الانديوس ايم اف رح تصير عندي بهالشكل هاذه الكي فاي في اوميجا ام كي فاي في اوميجا ام والكي هي عبارة عن كونستانت اللي هو رح يمثلي الابعاد والجيوماتري مع الماتيريال مع الارميتر الارميتر وايندين والاوميجا ام شه تمثلي تمثلي السرعة الدورانية اللي داي افتر بيها الروتر الباور اللي رح تطلع لي بالنتيجة الالكتريكالباور بالنتيجة اللي رح تطلع لي الخارجية على الروتر هي قيمة هشقد رح تكون رح تكون عبارة عن ال اي باك ايم اف في تيار الارميتر واذا عوضنا بالاي باك ايم اف بهذا القانون رح تصير كي فاي اوميجا ام في اي اي بالنسبة للتورك طبعا احنا قلنا ال اي باك ايم اف وفي اي اي هي هي الكتريكالباور بين الفرح هذي الكتريكالباور رح احولها الى حركة رح تتحول الى حركة الى ميكانيكال انرجي ميكانيكال ايرانرجي هي شنو عبارة عن شنو عبارة عن تورك وسرعة مثل ما احتينا بالمحاضرات السابقة انه ميكانيكال ايرانرجي عندي هي عبارة عن تورك وسرعة مثل ما الكتريكالباور هي فولتية في تيار ميكانيكال ايرانرجي حتكون هنا تورك بسرعة رح نجي هنا نكتب المعادلة مالة الفورس اللي قلنا هي الفورس جتساوي اخدناها بالمحاضر قبل شوية اللي هي الاي في الال في بي وطبعا الال والبي هي هذي هنا فيكتر هنا في ذلك رح ناخدها ككروس يعني ال في بي هنا هاي فيكتر كوانتيتي فتعلمنا انه اذا عندي فيكتر كوانتيتي رح حاصل ضربهم رح يكون كروس ما يكون دوت برودكت فش حيصر عندي اعني اعرف بانه البي هي شساوي لتساوي لفلاكس دين سيتي شساوي هي تساوي لفلاكس على الارية والتيار عندي بالارميتشار يساوي لفلاكس بالويبر فمعناتها التوركش حيساوي لي التورك يساوي لكي فاي في الاي اي اذا جيت هنا الفاي تبرا انه بالفلاكس بالويبر بالبول والكي هو كونستانت يعتمد عليه الكوي الجيوميتري والاي اي اي هو الارميتير ويندين курناط يموجود بالkarrent في الميكانيكاله اي نرجي جي هتكون اومي جي اي ام سرعة في التورك وإذا عوضت بالتورك الكي فاي آي اي راح تكون عندي اومي جي ام اومي جي ام كي فاي آي اي طبعا احنا هنا راح تشوفون الفرق بين الموتورينج اكشن وبين الجنريتينج اكشن بالموتورينج اكشن ش راح انطي راح انطي اليكتريكالباور وحصل ميكانيكالباور واهنان عندي اش هحصل بالميكانيكالباور احصل على تورك وسرعة يعني انا عندي تورك اللي هي القوة اللي راح تفرلي اللود اللي اهنان في سرعة معينة بينما بالجنريتين اكشن ش هيصير عندي ادخل ميكانيكالباور واحصل على الكتريكالباور الميكانيكالباور اللي احصلها يعني عندي فد قوة معينة تورك معين يفرلي الشفت مالت الجنريتر بسرعة معينة فرح احصل من عنده على ميكانيكالباور يعني نفس الماشين هذي اللي اشغلها كموتور راح اقدر اشغلها كجنريتر بالنسبة للدي سي موتور حتى اقدر اعرف البرفورمانس ماته لازم اسوي الاكولفلن للدي سي موتور واشوف شنو البراميتر سلي تأثر لي على الكونتيز المختلفة فرح نشوف انه الدي سي موتور بالحقيقة راح يتكون من دائرتين رئيسية اللي هي الفيلد سيركيت والارميتر او الروتر سيركيت وين تكون موجودة؟ موجودة بالستيتر يعني فاذا كانت عندي البرمننت ماجنيت او ال الكترو ماجنيت اهنا من هيصير عندي ال الكترو ماجنيت؟ حيكون ال الكترو ماجنيت عبارة عن ملفات فاذا الملفات هنا أنا شوا راح امثلها؟ راح امثلها بإندكتر وريزيستر حجهزها بصب لي قيمته بي اف راح يمر عندي تيار مقدارة اي اف طبعا هنا هذاش هيوديللي هيوديلي فلوكس اديه هو راح يقطع الكونديكتر اللي موجود بالروتر أما الجهة الثانية فهي الروتر هنا اللي عندي أسميها الارميتشر سيركيت همينها عندي رح تتكون من ملفات ورح نجي ندرس المواصفات معالتها فإذا الجزءين الرئيسية هي الفيرت سيركيت والارميتشر سيركيت قلنا الفيرت سيركيت الاكوفيلين سيركيت ماتة هي شنية هي مصدر بي اف وبعد عندي الار اف والال الال اف اللي هي ماتة الوايندين هذي الـ Einf اللي مور هنا بالويندي رح يولدلي الفلكس اللي رح يكون أسببلي الحركة النهائية للارميتشر بالنسبة لدائرة الارميتشر اللي هي روتر سيركيت رح أجهزها بVt في تيرمينال اللي هي السبلاي فولتج حتى أمر التيار بالارميتشر لازم عندي سبلاي فولتج اللي هي في تيرمينال والتيار اللي رح يمر عندي هنا هو IA الملفات مالتل المقاومة مالتها الداخلي هي RA وعندي الباك EMF اللي قلنا عليها الانديوس EMF اللي رح تتولد لنتيجة مرور التيار اللي هنا نتيجة والتقاطع مالتل الفلاكس اللي موجود بالإيرغاب رح تتولد لباك EMF رح تكون هنا نه الاتجاه مالتها بعكس اتجاه المصدر اللي ولدها يعني عندي المصدر اللي ولدها هو minus plus هي رح تكون اتجاهها plus minus نيجي على ال voltage equation voltage equation شو رح نكتبها دل DC motor باستخدام كرشوف voltage low اهنان بهذه الجهة كرشوف voltage low بهذه الدائرة بما انه عندي مصدر اهنان وهذا هم رح يعتبر ايباك اي اف كمصدر بس باكس اتجاه ال V terminal وعندي اهنان ال R رميتشار دي مربيه تيار فاقدر اكتب المعادلة V terminal تساوي الباك اي ام اف زائد ال I A ال V terminal هي اللي رح اجهزها للر ميتشار والر اي هي رزيستانت مات الار ميتشار وال B هي الباك اي ام اف بالنسبة الدائرة الفيلدج حتكون عندي ال VF تساويلي ال R field في ال I field وال V field هي ال Applied Voltage ال R field هي المقاومات ال R الفيلد ويندينج وال I field هو التيار اللي رح يمر بال نيجي على موضوع ال Power Transfer Equation ال Power Transfer Equation اهنانا يعني شنو اني رح احول منه الكتريكال باور الى ميكانيكال باور فرح اجي اشوف شنو علاقة بين الكتريكال باور والميكانيكال باور وهذا احنا قبل شوية قلنا انه اشتقينا قلنا انه التورك ال develop اللي رح حصل عليه بنتي رح يتناسب ويا من رح يتناسب ويا الفلكس اللي موجود عندي بال ايرجاب والتيار الديمور بالارميتر هذا رح اسمي رح اسمي ال develop تورك اللي رح يكون عندي بالخارج يعني بالشفت الخارجي معلت الموتور ال develop باور عندي اللي رح يجهزها عندي الموتور هي ال power اللي رح تتحول الى mechanical form والpower بالنسبة اذا كانت عندي mechanical power شنو قانون ها رح يكون هي حيكون عندي ال omega اللي هي السرعة اللي ديفتر بيها الموتور في التورك اللي تولد عندي نتيجة هذه الحركة والpower delivered الى electrical power حتى تولد ل mechanical power هي عبارة عن back EMF في IA هذي رح اسمي بينما mechanical power رح تكون ال omega M في التورك ديفلوب يعني هيكون عندي معادلة هنا عندي electrical power رح تتحول الى mechanical power وين على output شفت الاخارجي لل DC موتور عندي ال omega هي شن هي هنا السرعة هنا بما انه عندي سرعة دورانية فش رح اخذ رح اخذ السرعة الزاوية والسرعة الزاوية اللي الانجولار الانجولار سبيت يكون قانون ها الاميجا تساوي ل 2 pi n على 60 بال section السابق انه الفاي يتناسب ويا من الفاي يتناسب ويا تيار الفيض وكذلك انه شندي همين ال اميجا يعني كم الصور ل كل ما عندي الباك EMF زيد والعلاقة بين تيار الفيض وبين تيار الفيض وبين الباك EMF وتيار الفيض رح تكون ضمن هذي العلاقة اللي هي يدخل بها الفيض وتدخل بها السرعة فإذا كل ما أزيد السرعة اللي عندي إهنان الباك EMF رح تزيد فإذا افترضت بأنه آيدة أفر الموتور بسرعة ال back EMF راح تكون قيمة وإذا فرعته بسرعة ثانية اللي هي ال back EMF راح تكون بها الحالة أنه أنا أقدر بها الحالة أسوي بين السرعة يعني إذا كانت ال back EMF تولد لي يعني إذا كانت ال N1 هي تولد لي فال N2 جد راح تولد لي راح تساوي لي ال E back 2 فأقدر أسوي نسبة وتناسب هنا يعني E back 1 تتناسب بي N1 وال E back 2 تتناسب بي N2 بدون ما أدخل بتفاصيل ال constant اللي موجودة عندي اللي بال construction معلة الملفات